إن لم يكن للسلام طبول حرب فلمن تقرع الطبول في اليمن؟ فما بين السلام الموعود في الحديدة وما يحدث في عدد من المحافظات اليمنية يتأكد أن رؤية العالم لمفهوم الصراع والأزمة لا يزال يمضي بخطا عرجاء صروح مأرب وتعز وصعدة وموريس في الضالع تجددت المواجهة في أكثر من جبهة حتى تلك التي سكتت فيها أصوات الرصاص لأشهر كثيرة تقول المؤشرات إن ما يحدث هو السباق على السيطرة حيث تبرز المخاوف من تطورات المشهد العسكري في اليمن والمواجهات على امتداد الخارطة مما قد يؤدي لإرباك إجراءات السلام ودعواته فيما ترى وجهات نظر أخرى أن هذه المعارك قد تسرع بإيجاد حلول سياسية نتيجة الضغط في أكثر من جبهة على ميليشيا الحوثي مؤخرا دفع التحالف عددا من الآليات العسكرية إلى جبهة موريس دمت في محافظة الضالع بهدف تحرير المدينة من قبضة ميليشيا الحوثي التي تحكم السيطرة عليها منذ ثلاث سنوات وفي مأرب شهدت منطقة صرواح مواجهة عسكرية ضارية كسرت فيها محاولات الميليشيا التي عادت محمولة على كف الخسارة وأعلن الجيش الوطني سيطرة على معظم أجزاء المنطقة تطورات المشهد العسكري يفتح باب التساؤلات عن كيفية تعامل العالم ورؤيته لمفهوم الصراع والأزمة اليمنية فتعامله مع المواجهات في الحديدة يختلف كلياً عما يحدث في تعز وصعد والضالع ومأرب يبدو أن الحديث عن مدن تشهد حروباً وسقوط ضحايا من المدنيين يؤكد الإختلالات الواضحة في التوازنات السياسية والإنسانية تجاه الأطراف المهمشة التي تفقد قيمتها أمام العالم فيما يرقب العالم نتائج قفزة السلام الأممية التي أتت برئيس لجنة المراقبين الأمميين لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الجنرال الهولندي باتريك كامير يبدو الكثير مخاوف من إغلاق باب السلام من نافذة الحديدة وفتح باب للصراع لا أحد يدرك كلفته أو مدى ترجمة نانسي قنقر